تحية طيبة عزان المتداولين استمر التراجع في أسواق الأسهم العالمية بعد أن فرضت الصين تعريفات انتقامية على واردات بقيمة 60 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي والخطاب القاسي لبيكين بعد انتهاء المفوضات دون تحديد موعد لمواصلة المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة يلقي بزلاله على آفاق اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين أولا مددت خسائر مؤشر SP500 بنسبة 0.8% في حين أن مؤشر ICE بالدولار الأمريكي ارتفع بنسبة 0.7% الأسبوع الماضي ثانيا تمكن واحد فقط من قصة 6 مؤشرات رئيسية متطورة من الارتداد من خسائره حدى في الأسبوع السابق كما كان هانج سانج لا يزال قائد الخسارة فقد الخفض بنسبة 2.1% عكست ثلاث من قصة 6 عملات رئيسية ديناميكيات الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي في حين تضاعف نطاق التقلبات الأسبوعية في أزواج العملات الرئيسية بأكثر من الضعف مع تحولها إلى أعلى ثالثا احتفظ الجنيئ السترليني بالمركز الأول من حيث نسبة التغير فقد الخفض بنسبة 2.1% مقابل الدولار الأمريكي في حين أن الأسواق العالمية في حال التأهب للتطورات الجديدة للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين سوف يركز المستثمرون على العديد من البيانات الأمريكية هذا الأسبوع في الوقت نفسه سيقوم المجلس الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي بنشر محاضر الاجتماع الأخير يومي الأربعاء والخميس على التوالي مع توفر البيانات الاقتصادية بنظرة أكثر ثباتا على قوة الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن تلقى المحاضر المزيد من الضوء على تقييم صناع السياسة الفدرالية للقوة الاقتصادية الأمريكية بعد تأكيد رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي على أن المسؤولين لم يروا حجة قوية لتحرك أسعار الفائدة في أي من الاتجاهين تمنيتنا لكم بالكثير من الأرباح وإلى اللقاء